بين قاتل مرئي وصارخ وقاتل صامت غير مرئي يحتضر سكان صنعاء بعيدا عن العدسات فتتسرب من لياليهم الحزينة أخبار موت جماعي لا تنقطع هي إذن بؤرة تمدد في أحيائها وباء فتاك زلزل دول العالم وأحالها إلى مغارة خطرة لينهش ما تبقى في منازلها من حياة تفيد الأنباء الواردة عن تزايد عداد المصابين بكورونا وسط تعتيم كثيف من قبل ميليشي الحوثي وعجز أممي عن حصر الضحايا في مشاف المدينة يقول أطباء إن مئات الحالات تخضع للعزل في عدة مشاف ويتم دفن الوفيات بعد غسلهم بمادة كلوريكس للتعقيم كل يوم تنعى وسائل التواصل الاجتماعي دفعة أطباء ومواطنين أصيبوا بالفيروس وتتحدث وسائل العلام عن جائحة غير مسبوقة تتفشى تحت رقابة أمنية صارمة يفرضها الحوثيون كما لو أن الوباء لن يصنع فارقا أو سيعقد عليهم ترتيبات عسكرية تقول مرضمة سامل الحقوق والحريات إن الميليشي حولت الجائحة إلى ملف أمني بحت حيث منحت أجهزتها الأمنية سلطة التتبع والاعتقال وممارسة الحجر بعيدا عن المؤسسات الصحية دعيتنا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ اليمن من كارثة محققة لم تكتفي الميليشيا بما ذكرت سام فقد وضعت الأطباء العاملين في مستشفى الكويت والرازي وزايد وبعض مشاف المدينة تحت الرقابة وقيل لهم إن المعلومات الخاصة بالمرضى مسألة أمن قومي أما عائلاتهم فمهددة بالتخلي عن رعاية مرضاهم أثناء الإصابة أو السجن في حال الحديث الوسائل الإعلام حتى السجن المركزي بات مهددا بالوباء بعد الاشتباه بإصابة اثنين من نزلائه بحسب بيان لأمهات المختطفين ووفق البلاغ فإن حالتهم الصحية حريجة للغاية كل هذا دفع بالحكومة الشرعية لإعلان صنعاء مدينة موبوءة على غرار العاصمة المؤقتة عدن وقالت وزارة الصحة إن التقارير الواردة من صنعاء تؤكد تصاعد أعداد المصابين بشكل مخيف وأعداد الوفيات تبعا لذلك مشيرة إلى أن الحثيين يتكتمون على تطورات الجائحة لا تدرك ميليشي الحثيم خاطر هذا التعتيم وتحويل الوباء إلى خيانة على المستوى الرسمي لكنها تعرف جيدا تبعات تزويد الناس في مناطق سيطرتها بمعلومات كاذبة عن السلامة والأمن وجعلهم يخوضون حياتهم في قلب الوباء